اشتركوا في القناة طبعا ما زال موجود في الحمل رح يظل موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء طبعا هو رح يدخل لهاي المنزل الساعة 10 او 4 دقائق مساء ما بعد الحلقة ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 10 او دقيقتين من مساء غدا او مساء النهار مساء اللي بيجي يعني ما بعد النهار طبعا اليوم فعشان هيكي على 10 او 4 دقائق زي ما حكينا هي جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا ولكن ما رح نستفيد من هاي الامور لانه اليوم القمر رح يكون مزاجه ناش نحكي منتحس لانه فينا صارت الذاق من كلمة منتحس يعني فسلبي جدا ضاغط جدا مؤذي جدا فاحنا رح نصير نحكي بدل منتحس سلبي طبعا بالنسبة للقمر بما انه زاوية التزديس ايجابية رح يكون اول اشي اللي هاي ذكرناها يوم امس هاي ما بعد الحلقة مباشرة رح تكون بين عطارد والزهرة رح تكون فيه تمام الساعة ثمانية واحد وثلاثين دقيقة مساء بتعزز المواهب الفنية والادبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون فيه تمام الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو اللي رح تكون فيه تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للحدث المهم اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال العطارد للميزان لانه رح ينتقل من العذراء لبرج الميزان في تمام الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة مساء ورح يمكث فيه حتى صباح يوم سبعة وعشرين تسعة خلال هاي الفترة بيشعروا موليد برج الميزان بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة واجراء اتصالاتهم وبيستفيد معهم كذلك كل موليد الابراج الهوائية والنارية زي الميزان والدلول الجوزاء الحمل الأسد القوس كذلك كل شخص تواجد عطارد عنده في الميزان ساعة ولدته اللي بيولد وعطارد عنده في الميزان بيتردد في اتخاذ القرارات اما بالنسبة للتأثير على كافة الابراج الحمل بميل لا تبادل الافكار والاراء مع الشركاء اذا كانت شركاء عمل او شركاء عاطفي زي الازواج اما بالنسبة للثور افكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل الجوزاء بتزداد نشاطاتهم الادبية وحث اولادهم على الدراسة السرطان بتنصب افكارهم حول الامور العقارية وعندهم قدرة على اقناع افراد العائلة بوجهة نظرهم الاسد بيكون عندهم نشاط بالسفر والاتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عند الطلاب يعني افكار للمطالعة وقسم منهم بيفكر بشراء سيارة او جهاز تليفون او كمبيوتر او الكترونيات بمحواها بكل معناها العذراء بتنصب افكارهم حول افضل الطرق لكسب المال الميزان بيستمتعوا بقوة الفكر والادراك الجيد وسرعة البديهة واقناع الاخرين بوجهة نظرهم العقرب تجذب او بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة اكثر من السابق وبيحاولوا ادراكها القوس بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء الجدي افكارهم بتفيدهم في مجال العمل بدلوا بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد التجار في عمليات الاستراد والتصدير والامور اللي الها علاقة اما بالدراسة الجامعية او الامور القضائية اما بالنسبة للحوت بتنصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة لادخال تحسين على وضعهم وعلى ميزانيتهم اما بالنسبة للقمر بما انه موجود بالحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم 6-9 رح يكون فيه تمام الساعة 44 دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة 48 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لا الثور يعني يوم غد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب 18 يوم في تمام الساعة 58 دقيقة مساء بيصبح 19 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 المزاج شوي ممتزج بين السلبية والايجابية لانه اساسا بالدرجة هاي هو عمل زاوية تقابل كاملة مع نبتون القمر في الحمل حتى 6-9 هو سلبي لدرجة انه رح يصلى 100% وبيبدأ بالسلبية العالية من ساعات الصباح يعني هاي بسبب اقترابه من المريخ لانه بده يشكل زاوية اقتران وتربيع مع برج الجدي اللي فيه اساسا زحل والمشتري وبلوتو وبتراجعه وتربيع مع الزهرة برضو فعشان هيك السلبية رح تكون عالية جدا بتبدأ تقريبا من 50% 60% يمكن ثمانية الصبح بتوقيت الاردن ويعني السادسة بتوقيت جرينيش لغاية المساء بتصير تزيد وعند المغرب بتصير نسبة النحوسة نسبة السلبية قصدي 100% عما بالنسبة لعطارد في العذراء وبدو ينتقل للميزان حتى يوم 27 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سلبي المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع اليوم بيبدأ يميل للسلبية جدا بسبب استعداده للتراجع لانه بلش يبطأ بدرجة سريعة الآن فعشان هيك بطؤه هاد بيخليه يميل للسلبية المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة المزاج سلبي زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه برضو سلبي أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه برضو سلبي نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش مزاجه ممتزج بميل للسلبية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 برضو مزاجه سلبي وصلنا على التوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر لليوم الثاني موجود ولكن الآن لأنه القمر بيشكل زاوية الاقتران أو بيقترب على المريخ وحكينا أنه مزاجه سلبي فعشان هيك اليوم ماشي ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط ممكن تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو بالتغييرات ما بنصح بعمليات تجميل خلال هذا اليوم أو أي مبادرة للتجميل زي قص الشعر أو أمور إلها علاقة بالبوتوكس أو الأشياء هاي يعني هاي مرحلة ممتازة أنك تتحرك لإنجاز بعض الأعمال اللي كانت متراكمة عليك بالفترة الماضية عندك نشاط ذهني عالي وجسدي كبير يمكن بلشت تتحسن أمورك أفضل من الفترة الماضية أكثر ولكن بدك تنتبه أنه اليوم عصبيتك وحديتك وتقلب مزاجك والوهن والتعب ممكن أنهم يسيطروا عليك في بعض الأوقات وخصوصا كل ما اقتربنا للمساء أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء على المستوى المالي نقدر نحكي أنه في بعض الفرص المالية اليوم بتصير ولكن تكثر من خلالها المصاريف أو الاهتمامات بمصاريف يا إما المصاريف هاي بتكون إلى علاقة بالبيت يا إلها علاقة بمصاريف استشفائية أكثر أهم إشي أنك تركز بشكل جيد حاول أنك تستفيد من تحصيل مالي أو مكاسب مالية ولكن قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى تنقلاتك اتصالاتك حواراتك تلقي الاتصالات النشاطات الفكرية والحوارات والإقناع عندك عالي جدا حتى على مستوى حث الأبناء الدراسي أو الدراسة المدرسية برضو بتكون ممتازة بس أهم إشي إنك ما تتسرع وما تحاول إنك تفرض وجهة نظرك أو رأيك على الآخرين اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء اليوم يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو السلبية أثناء تعاملك مع أفراد العائلة فممكن تنزعج من تصرف أحد أفراد العائلة أو تصرف ما يزعجك أو ما يسمعوا كلامك أو توجه انتقاد لاذع يعني ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية اللي شوي ممكن تكون سلبية فعشانك يحاول قدر الإمكان إنك تضبط أعصابك ما في داعي للاندفاع ولا تهور ولا تهم الأعمالك المنزلية والعائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي إلها علاقة بالعواطف بس إنه شوي حساسية العواطف عندك الزيادة إجمالا إنه أنت العواطف عندك جياشي عندك رغبة بتقرب من الأحبة وخصوصا الأبناء الوالدين الحبيب نفسه ولكن حاول إنك ما تبالغ بنزواتك وخروجاتك والترفيه عن نفسك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا اليوم بما أنه بده ينتقل عطارد من البيت السادس للبيت السابع فعشانك يكون الأمر ممتزج في هذا الأمر ما بين العمل وما بين علاقتك بالشركاء أو اهتمام الشركاء أو إقناع الشركاء بوجهة نظرك وخصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا بنقدر نحكي إنه روتيني على مستوى الأموال المشتركة ما فيه لا إيجابي ولا سلبي تتعامل على حسب طبيعتك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي مراجعات بنكية أو مراجعات حساب أو مطالبات مالية أو بحث في مواضيع غيبية يعني ممكن تاريخ ممكن قصة قديمة ممكن تستذكر حدث معين لأشخاص غادر الدنيا أو للطفولة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء يعني بتدعمك بعض الشيء على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية أو الثقافية أو الدراسة وبعضك رح يهتم بجمع بعض الأوراق القانونية أو يطلع على موضوع ثقافي معين أو يبحث موضوع يعني شوي بكون بحاجة للتركيز خصوصا علمي أو ثقافي سياسي ديني يعني حاول أنك تركز ما تنفعل وإنت بتتكلم وما تجبر الأشخاص أنهم يقتنعوا بوجهة نظرك غصبت عنهم أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة وهو سلبي فعشان هيك بنقول لك دير بالك من أي شيء بشوه السمعة ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا حتى للحدية بالطباع ركز بشكل جيد حاول تنجز أعمالك بحكمة وخصوصا ممكن يكون لك إما إنجاز عمل بطريقة مشتركة أو الناس تشاركك عشان تنجز هذا العمل أو يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل مثلا أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد عن مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء المهم أنه اليوم يعني حاول أنك أنت تنشط مع اللي حواليك مع الناس صحيح ممكن يكون في بعض الأعباء أو بعض الضغوطات ولكن إجمالا لأجواء يعني مناسبة لك وممكن تستغل بعض العلاقات لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فطبعا نبتن اللي موجود وهو بحال التراجع فعشان هيك يبسبب نوع من أنواع التوتر أو التقلب أو الحدية بالطباع في بعض الأوقات أمور العمل ممكن تتكاسل عن بعض الأعمال أو ما يكون عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال أهم نقاط من قلك راقب غذائك راقب صحتك اهتم بأدويتك حاول أنك أنت ما تهمل نفسك نهائيا بالفترة طبعا بسبب أنه القمر سلبي فعشان هيك يبتطلب منك أنك تشحن حالك بقدر الإمكان وتبتعد عن الخلافات والنرفزة والعصبية برج الثور بما أن القمر موجود في بيت المتاعب معناته يوم آخر بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى لتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم يعني بمعنى آخر بتطلب منك التركيز بشكل جيد خلال هذا اليوم ما تندفع وما تتهور وما تعصب وما تحبط يعني هو هاليوم وضع الكواكب فيه سلبي فعشانك شوي يعني بتطلب منك أخذ النفس عميق وأنك تتحمل الظروف لغاية بكرة القمر بصير عندك بتصير الأجواء أحسن وأفضل ودي أعمل إلك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء يعني شوي فيه نوع من أنواع القلق على الوضع المالي ممكن تقلق من مسألة مالية أو دفعات أو التزامات أو يعني هيك تجتهد أو تنشط بحساب معين أو حلول معينة لبعض الالتزامات شوي فيه ضغط على المصاريف أو ضغط على الوضع المالي بتطلب منك يعني أنه تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتعطي نوع من أنواع التسرع في بعض الأحكام وسرعة بديهة عالية ولكن في لحظات تركيزك بيكون مش جيد يعني حتى لو لاحظت أنه إذا بتقرأ مقال أو بتسمع خبر بتعيده أكثر من مرة أو ممكن ما تستوعبه من أول مرة ممكن يتشتت ذهنك قدرة التركيز بتكون على أمر واحد مش على أمرين فعشان هيكي هذا الأمر بكون مزعج خصوصا لطلاب المدارس ولطلاب الجامعات فبتطلب منك أنك تركز بشكل جيد أثناء حواراتك نقاشاتك دراستك وأثناء تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه جيدة على مستوى البيت في نوع من أنواع الاستقرار أو التأقلم أو التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأمور الضرورية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الجيد لإلها علاقة بأفراد العائلة أو ممكن اجتماع عائلة معين أو نقاش أو حوار ولكن أهم شيء أنه ضبط الأعصاب وضبط النفس هو الأهم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي شيئا ما ولكن حساسيتك الزيادة فممكن اليوم تنتقد الأحبة أو تتدمر من تصرف بعض الأحبة لإهمالهم أو تكاسلهم أو تقاعصهم أو عدم الاهتمام بمشاعرك هذا الإشي شوي يسبب لك ردات فعل سلبية وبرضو يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو ممكن أنك تواجه فعشان يقدير بالك من المواجهة بالأيام هاي زي ما حكينا في وضع كواكب سلبي وهذا بيأثر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا عطارد يعني بده ينتقل من الخامس للسادس يعني بعزز من قدرتك على التفاهم اليوم لآخر يوم التفاهم مع الأحبة وفي ساعات المساء بصير الأمر بتعلق في أمور العمل راح تنشط على مسائلها علاقة بالعمل أو تحسين عمل أو تبلش تتحرك باتجاه عمل معين المهم الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدفعك بشكل جيد وشكل قوي بس أنه أهم شيء أنك تحافظ على صحتك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها يعني مش جيدة ومش سلبية يعني بتتعاملوا أنت وشركاؤكم على طبيعتكم فعشان هيك التعامل راح يكون على حسب الطبيعة وعلى حسب العلاقة وعلى حسب تفاهمكم مع بعض ما بين شركاء المال وما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو الأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمطالبات أو حسابات أو جدولة حسابات ولكن الأهم من هذا أنك أنت تركز بشكل جيد وما في داعي أنك تدخل في مشاريع بالفترة هاي يبل ما تدرسها وتناقش أهل الإختصاص في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيت السفر البعيد بيت السفر الطويل بيت العلاقة مع الأجانب والأشخاص خارج البلاد بيت القضايا القضائية بيت الدراسة الجامعية أو الدورات أو الدراسة أو المعرفة كلها هاي الأمور اللي أنا ذكرتها اليوم ضاغطة إذا كان عندك سفر بدك تركز بأوراقك مقتنياتك الأشياء اللي بدك تأخذها معك تتأكد من حجزك تتأكد من موعد الطيارة لأنه ممكن يصير خربطة في أي وحدة من هذول إذا كان عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض إذا عندك تنقلات بدك تنتبهتنا تنقلاتك برضو ما تجازف وما تغامر إذا كان عندك أوراق قانونية أو معاملات دك تكون مستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الإيجابية يعني بتقدر تعزز من سمعتك أو علاقاتك أو معارفك أو توطد من العلاقات أو تلجأ لبعض المعارف لمساعدتك في مسأل ما الأجواء إجمالا إيجابية بتدعمك على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي برضو وبتدعمك على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم تنشط ببعض الزيارات أو بعض النشاطات ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بمناسبة أو لقاء أو تعارف مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا نذكرنا أنه الأجواء ضاغطة بالنسبة للقمر السلبي اللي موجود في بيت متعبك فعشان هيك شوي بدك تضبط عصابك يوم والقمر بصير لعندك وبدعمك بشكل قوي برج الجوزاء طبعا بدكوا تحاولوا اليوم تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة حاولوا أنكم ما تراكموا الأعمال عليكم لأنه القمر بكرة رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب وهو سلبي فعشان هيك بتحاولوا أنه تنتبهوا اليوم عندكوا نوع من أنواع النشاط الاتصالات الحوارات أو يعني طلب المساعدة من بعض الأصدقاء أو المعارف لمساعدتك في مسألة ما النفسية أحسن يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي مش زي الأيام الماضية رغم أنه القمر اليوم لأنه سلبي فممكن يضغطك شوي أو سبب لك نوع من أنواع التوتر حاول بس تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي الأفكار السوداء أنها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا فيها نوع من أنواع إيجابية لبعض الأشخاص وخصوصا أشياء لها علاقة بالمكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو حقوق لا إليك بتحاول تحصلها أهم شيء أنك تخفف من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن تتنقل كثير أو تتصل بالتلفون كثير أو يكون لك نوع من أنواع اللقاءات الكثيري خلال هذا اليوم في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو حث الأبناء على الدراسة أو واجبات أو التزمات اتجاههم بمواضيع إلها علاقة بالدراسة في منك رح ينشط بأمور إلها علاقة بالسيارات أو صيانة السيارات أو تعديل على سيارة أو تصليح تلفون أو شراء تلفون الأهم أنه اليوم فيلك تعامل مع أخ أو جار أضبطوا أعصابك من الحوارات والنقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية يعني في مشاكل في خبر معين في سلبية في نقاش في توتر معين هذا الإشي شوي رح يغضبك أو رح يزعجك أهم شيء أنك ما تحاول أنك تدخل في هاي النقاشات أو الحوارات عشان ما تتسجل ضدك وفي نفس اللحظة ما تكون طرف أنت في الموضوع حاول قدر الإمكان أنك أنت تأخذ جانب هيك بعيد عن كل هاي التوترات ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترتيبات أو الاهتمامات المنزلية أو أشياء لها علاقة بمشتريات معينة أهم مش أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا عطارد ينتقل من البيت الرابع للبيت الخامس وهذا رح يخليك تستفيد في بعض المسائل اللي إلها علاقة بتوطيد العلاقة مع الأحبة أو كيف تتحاور معهم كيف تتواصل معهم كيف تتصالح معهم بتكثر عندك الاتصالات في هاي المسائل وبرضه بدعمك الحظ بصير في بعض النقاط القوية لأنه هذا كوكبك ورح يتواجد في البيت الخامس يعني رح يعطيك طاقة إيجابية إلها علاقة بالدعم والحيوية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل فيها على حسب طبيعتك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بعمل أو زملاء العمل أو أمور إلها علاقة بالصحة والمراجعات الصحية أو الأدوية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة بيت الشراكة شراكة المال شراكة العاطفة هي روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم خلال هذا النار ما بينكم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تنشطوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ولكن أهم إشي أنكم تضبطوا أعصابكم تضبطوا ميزانيتكم تضبطوا جيبتكم ما في داعي للمصاريف لزيادة ما في داعي للتوتر أثناء مطالبة حقوق لا إلك ممكن يجيك بعض الحقوق ولكن ما تعرفش تستثمرها بشكل جيد أي أمور إلها علاقة بمشروع أو تسويق لمشروع أو شراكة مالية معينة حاول أنك تدرسها بشكل جيد بدون تهور بدون اندفاع في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالغيبيات أو مواضيع إلها علاقة بالتاريخ أو قصص قديمة أو مواضيع قديمة يرجع يفتحها ويداولها أو مواضيع إلها علاقة إما بأموال الزوج أو أموال الزوجي أو أموال الشراكي بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني مش جيدة كثير ومش سلبية كثير بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية بالمعاملات بالدراسة الجامعية فيها نوع من أنواع الدعم على هاي الأمور ولكن إذا كان عندك امتحان جامعي حاول أنك تركز وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة كون مخلص لأصدقائك ولصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون مع الآخرين معك هاي الفترة ولكن الأهم أنه بدك تدير بالك من أمور إلها علاقة بتشويه السمعة وأمور إلها علاقة بالخلافات أو النقاشات أو الجدالات ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الجيدة جدا خلال هذا اليوم وبيتك العاشر برضو بعطيك دفعة زي ما حكينا بس ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وأمور إلها علاقة في بعض الأمور اللي تتعلق في بيت المتاعب اللي بتحدث بعض المفاجآت والأحداث المتسارعة اللي بتتطلب منك الحكمة فعشانك ما تخلي أعمالك تتراكم عليك وما تهمل شؤونك الصحية وانتبه لأعصابك بشكل مباشر برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت السمعة بيتك العاشر فعشان هيك اليوم بدك تكون حذر موقعه مش مناسب لإلك وموقعه لأنه سلبي فعشان هيك يكون ضاغط اليوم فممكن يحدث بعض الفروق السلبية وخلينا بس نوصل عند البيت العاشر منذكرها ولكن أهم شيء أنه تحافظ على نفسك من التوتر والعصبية والإنفعالات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور تقريبا اليوم يعني بتحمل نوع من أنواع الأشياء اللي ممكن تكون فرص ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات أو بعض الأمور الإيجابية اللي تدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو الوضع النقدي اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بشكل إيجابي على هاي النقاط أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تحاول تبعد عن أي مصاريف الزيادة رتب ميزانيتك على حسب إمكانياتك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء داعمة لك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن العصبية في لحظات ممكن تطلع وضبط أعصابك ممكن تحثوا أبنائك على الدراسة أو على التعليم أو تهتموا في مسائل إلها علاقة بالمدارس تحديدا أو أمور إلها علاقة يعني بالسيارات بالتليفونات أو بالاتصالات والنقاشات أهم شيء زي ما حكينا ضبط العصاب اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عطارد رح ينتقل للبيت الرابع بيت البيت فعشان هيك برح يصير فيه نوع من أنواع لاهتمام أكثر بالتواصل أو العلاقات العائلية أو الاجتماعية أو المناسبات العائلية أو الإقناع على مسائل إلها علاقة بالبيت أو بالعيلة أو العقار أو صيانة أو تجديد أو إلكترونيات بيتية أو يعني تلفزيون ثلاجي أشياء زي هيك ممكن تهتم بهاي المشتريات خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا على المستوى العاطفي الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ما زالت الأجواء صحيح روتينية ولكنها بتدعمك عاطفيا صحيح ممكن تشعر ببعض التذمر من إهمال أو تقصير الحبيب في بعض الأوقات ولكن إجمال الأجواء مشحونة بطاقة إيجابية بتقدر تستثمرها وبتقدر تنجز منها أشياء كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فأعمالكم وإنجاز أعمالكم والاهتمام بصحتكم بكون على حسب طبيعتكم وحسب روتينكم لكن صحيا بقولكم أنا دير بالكم لأنه برضو ما تنسوا أن الجدي البيت السابع برضو إلو علاقة بالطاقة والحيوية تحت المرض فعشان هيك ممكن تضعف الطاقة عندك وصير عرضة للأمراض أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا بيت الشراكي نرجع منحذر بشكل أوضح أنه ديروا بالكم من أي جدال أو نقاش أو حوار ما بينكم وبين أزواجكم بالفترة هاي حاولوا أنه تمضوا هالأسبوع على خير لأنه شوية الأجواء ضاغطة وسلبية جدا لدرجة أنه ممكن توصل للانفصال خصوصا العلاقات الضعيفة أو أنه تتطور بسلبية لدرجة أنه تكون لها آثار لمدة طويلة فبتكون تنتبهوا من هاي الأمور وبتعدوا عن القضايا القضائية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع الاهتمام على بعض المسائل اللي يلحى علاقة بالأموال المشتركة زي تحصيل ديون أو بحث عن مخرج لمسألة مالية ممكن تحصيل دعم معين أو قرض معين الأهم ما تخوضوا بأي تجربة إلها علاقة للمجازفة أو إلها علاقة بالمجازفة بالأموال مشاريع أو أفكار أو حتى أنه يتغرر فيك أو ينتصب عليك من بعض الأشخاص يعني بمعنى آخر بدك ترتب أمورك وانتبه على أموالك من الصرقة والضياع ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا طبعا نبتون بتكثر عندكم الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تهتموا بسفر أحد الأشخاص أو أمور إلها علاقة إما بسفر أو برغبة بالسفر أو بالتواصل لاستفسار عن أمور إلها علاقة بالأوراق بالهجرة بالمطارات بأشخاص بدهم يجوا من السفر يعني كل الأمور هاي بالنسبة للجامعة في بعض الاهتمام بس اللي عنده امتحان أو دراسة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ واللي عنده قضية قضائية بده يعني ينتبه لكل حيثياتها لأنه الفترة هاي مش مساعدة لا إلك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا زي ما حكينا أنه القمر موجود فيه صحيح أنه اليوم النسبة أضعف في فرص الفرص المتاحة للي بيبحثوا عن عمل يعني لأنه بسبب سلبية القمر ما رح يكون فيها الفرص الكبيرة على هذا المجال ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ممكن تظهر بعض الخلافات أو الجدالات أو الإنزعاج من أحد الزملاء أو المسؤولين أهم شي أنكم تحاولوا تحافظوا على إنجازاتكم هدئ من روعك أي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك حاول أنه أنت ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك بالفترة هاي يد ما بتقدر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو الأصحاب أو زيارات أو اجتماعات أو لقاءات أو تهتم بمناسبة مثلا يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء معين ممكن تهتم ببعض النشاطات اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو مدل يد العون لبعض الأصدقاء تساعدهم في بعض المسائل أو يلجأوا إليك لا أنت تساعد تقدم المساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى الصحة إلا أهم أنك ما يعني ما تأخذ أدوي أنت مش بحاجتها راقب شو نوعية الأدوي اللي بدك إياها الفترة هاي ضاغطة فممكن تتوتر أو تقلق على صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء أحسن اليوم تقريبا في نوع من أنواع الاستقرار النفسي عندك ثقتك بالنفس عالي برضو مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا إلا أنه في بعض الأوقات ممكن تفقد السيطرة أي على نفسك فتعصب أو تحتد صحيح أنه أنت نشط أو عندك رغبة بالحركة أو الإنجازات اليوم إلا أنه العصبية في لحظات ممكن تظهر والتوترات أو الإنزعاج ممكن يكونوا ظاهرات حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتنصب على أشياء لها علاقة بالتفكير في وضع مالي معين أو مجازف مالي معين أو ترتيب لتحصيل مالي معين الظروف ضاغطة ماليا ممكن اليوم بعضكم يحصل على بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالوضع المالي اللي بتيجي عن عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن المصاريف كثيرة بالفترة هاي فممكن تشعر ببعض القلق أو التوتر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بما أنه عطارت بده يتحرك اليوم فراح يكون فيه نوع من أنواع التركيز على النشاط والاتصالات فيه حيوية عالية بتصير عندك إلى الفترة القادمة برضو بكون عندك قابلية للإقناع أو قدرة على الإقناع عالية سرعة البديهة عالية الرغبة بالدراسة والمطالعة والنقاشات بتصير أكثر وبرضو فيه منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأبناء زي حث الأبناء على الدراسة أو مساعدتهم في أمور إلها علاقة بالمدرسة مثلا أو بالتعليم ككل وفيه منكو أشخاص رح يهتموا بأمور إلها علاقة إما بالسيارة أو تصليحات أو شراء سيارة أو تليفونات أو أجهزة إلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت بتشكل نوع من أنواع العبع ممكن فيه التزام أو حدث بيتي أو منزلي مربك شوي بيطلع منكو نوع من أنواع الحضور أو التواجد أو الاهتمام أو إبداء وجهة نظرك في الأمر هذا أو حل مشكلة معينة إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو الاهتمام بصيانة أو ترتيب أو تصليحات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الروتيني يعني بتتعاملوا مع أحبائكم بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا الأجواء على طبيعتكم أو على الطبيعة اللي أنتو فيها ممكن يعني شوي هيك كاهتمامات تواصل أو أصدقاء أو اجتماعات أو لقاءات عادية ممكن يكون لك بعض الاهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط الواضح رح يكون على إشيء له علاقة بالعمل ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تقلق بعمل معين أو تحاول أنك ترتب مسائل إلى علاقة بالعمل بالفترة وممكن بعضكم يهتم ببعض الشؤون الصحية اللي ممكن شوي تكون مربكة أو فيها شوي بتطلب نوع من أنواع الجهد أو النشاط الفكري لزيادة برضو بعضكم بدوا يراقب وضعه الصحي وتقلبات الصحية بهاي الفترة لأنه برضو فترة حرج صحيا وخصوصا على موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى الشراكة الروتينية يعني بتتعاملوا ما بينكم وبين أزواجكم أو شركاء المال أو شركاء العاطفة بشكل روتيني أهم شيء كل فترة هاي تبعدوا عن القضايا القضائية والأمور القانونية قدر الإمكان وحاولوا انك تراق بطاقتكم لأنه سهل جدا أي شخص يشحنكم بطاقة سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعم على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو أموال الزوج أو الزوجة أو تحصيل على بعض الأموال أو القروض أو الديون أو السلف أو مواضيع إلها علاقة بالغيبيات يعني دراسة موضوع غيبي أو التبحر فيه أو الاطلاع عليه أو حتى مواضيع قديمة أو إشي تاريخي أو إشي يعني صار من سنوات أو أيام طفولة تتذكروها في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالنفقة أو إلها علاقة بالقضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هو من المفروض أنه اليوم يكون إيجابي ولكن في بعض السلبية في البيت التاسع يعني مثلا بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر أو في الاتصالات البعيدة لكن إذا كان عندك سفر بدك تتفقد كل أوراقك لأنه ممكن تنسى أو ممكن يتأخر الحجز أو يلتغى الطيران أو يصير مشاكل إلها علاقة بالسفر أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر الفترة هاي هي من المفروض أنها مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلي ولكن بسبب سلبية القمر بتطلب منكم تكون مستعدين ودارسين وجاهزين ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون مع الآخرين أو مع المسؤولين ممكن شوي تنجحوا بالترويج لعمل معين ممكن تكسب نوع من أنواع الدعم أو التأييد أهم شيء زي ما حكينا إنه ما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة ولكن يحذر المفاجآت فعشان هيك ما تغامر وما تخال في القوانين وما تدخل فيه أعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 بدعمك على مستوى بيت الأصدقاء بيخلي فيه لقاءات وحوارات ونقاشات وبدعم العلاقة ما بينك وبين أصدقائك بالفترة هاي وممكن زيارات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك تدير بالك من بعض الأمور اللي لها علاقة بتراكم عمل معين أو تنضغط بعمل معين أو تستاء من عمل معين أو من زملائك أو من تصرف رئيسك مثلا أو مشاكل في العمل نفسها أو إشي إلو علاقة بالصحة فعشان هيك بتكون تحذروا التقلبات الصحية وما تهملوا أدويتكم حاولوا تنتبهوا لغذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتكم أو على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بما أن القمر اليوم موجود في البيت الثامن هو تحرك من المقابلة شوي فعشان هيك شوي بدعمكم في بعض المسائل ولكن بضغطكم على مسائل إلى علاقة بالأمور المالية وبعمل تقلبات وحدية بالطباع في بعض الأوقات ممكن تحمل نوع من أنواع القلق أو التوتر على أحد أفراد العائلة أو مشكلة عائلية أو تقلب في المزاج في بعض المسائل اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم إشي أنك تضبط أعصابك أثناء الحوارات والنقاشات لأنه شوي ممكن تكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم رح ينصب تفكيركم على بعض المسائل المالية أو حل بعض الأمور المالية في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدفعات أو إلها علاقة بالترميمات أو المصاريف اللي إلها علاقة إما باستشفائية أو إلها علاقة بمصاريف بيتية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا داعمة ونشطة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات واللقاءات وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية ولكن بتكون تحافظوا على أنفسكم من التوتر والعصبية والتقلب بالمزاج أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيجيب أشياء لها علاقة بالبيت اجتماعات لقاءات قلق على صحة أحد أفراد العائلة مثلا حوار معين أو نقاش أو أعطال منزلية يعني بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو مشكلة عائلية بتكون ظاهرة على الساحة بتطلب منك إما التواجد أو المشاركة أو إبداء وجهة النظر أو الرأي أهم إش أنك تبعد عن الانتقادات والكلام اللاذع والجارح أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي متوترة على المستوى العاطفي وهي بتعمل نوع من أنواع الإنزعاج أو التقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الأحبة وخصوصا مع الأبناء أو مع الوالدين شوي بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الخلافات وعن القسوة وعن توجيه اللوم لهم وحاول إنك تكون قريب منهم مش بعيد عنهم يعني ما تهملهم قدر الإمكان برضو تفتح مجال هاي للغير والشك ولا الخلافات أو للقطيعة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية اللي إلها علاقة بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالصحة أو مراقبة الصحة ولكن أهم شيء إنك تحافظ على صحتك من التقلبات وبرضو من الضغوطات لأنه الأجواء شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر بالفترة هاي وخصوصا إنه إحنا في مرحلة انتقال لعطارد في فترة هذا كوكبك لما بتحرك من برج لبرج شوي بسوي نوع من أنواع الخلل اللي هو بالعصبية أو بالمزاج أو بالصحة فبدك تنتبه للأمور هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء داعمة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية ولكن حاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن الخلافات والنقاشات والحوارات ما بينكوا بين الأزواج لأنه الفترة هاي بتسبب خلافات ممكن توصل لمرتبة القطيعة أو المشاكل المستمرة فعشان يبعدوا عن الخلافات قدر الإمكان يعني ما تدخلوا بأي مواجهة ما بينكوا بين الأزواج وبعدوا عن القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت الثامن فبتظل الأمور المالية بتشغل فكركم الفرصة مش كثير متاحة لمكاسب مالية الفترة هاي إلا من صلة يعني إلها صلة بشراكة أو تعويض يعني من مال الشريك أو نوع من أنواع الدعم أهمش أنك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لاياقة جسدية وعصاب متينة بالفترة هاي أهم ما تترك ذيول المتاعب إنها تأثر عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع إيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو توديع أشخاص بدهم يسافروا أو أمور إلها علاقة بمعلومات أو أخبار بتيجي من السفر من بره فعشان هيك قدر الإمكان بدك تحاول تضبط أعصابك ما فيه داعي للتهور ولا للإنفعال ولا للعصبية بالفترة هاي لأن الأجواء مش مساعدة بشكل قوي أما بالنسبة للامتحانات فإذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة يعني تقريبا تقدر تدافع عن سمعتك وتعززها وبرضو أي شيء له علاقة بالعمل أو مكان العمل أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاءة الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بجمعة معينة أو حوار معين بجمعك مع مجموعة من الأشخاص وبكون فيه نوع من أنواع التوافق والإنسجام أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زالت الأجواء يعني مش على كل موليد برج العذراء ممتازة إجمالا بلشته تشعروا أن الطاقة بلشت تتغير فيه نوع من أنواع الإيجابية إلا وجود القمر هو اللي بيضغط مع الأيام القادمة ووجود القمر أو انتقال القمر لدور بعزز النقاط بشكل أقوى حاولوا بس أهم الشيكو تنجزوا أعمالكو تراقبوا صحتكم تأخذوا أدويتكم ممكن هاي القلق اللي على صحة أحد الأحبة هي بس اللي تكون ظاهرة أكثر صحتكم برضو بحاجة لبعض الرقابة برج الميزان طبعا القمر الآن مقابلكم تماما في بيت الشراكة عشان هيك الفترة هاي شوي يعني بتعطيكو إيجابية على مستوى الشراكة ولكن من جهة أخرى بتخلي طاقتكم ضعيفة بتخلي في نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندكم سرعة التأثير عليكم حتى بأمور الطاقة يعني بمعنى آخر أنه أي واحد ممكن أنه يشحنك بطاقة سلبية ويخليك شوي مزاجك متعكر أو يتقلب المزاج عندك عشان هيك حاول أنك تحافظ على طاقتك قدر الإمكان حاول تبعد عن الناس السلبيين وحاول في نفس اللحظة أنك أنت تبعد عن التوترات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على بعض الأمور اللي لها علاقة بالأمور المالية ولكن أنه في نوع من أنواع المصاريف أو يعني الاتجاه لصرف الفلوس أو أشياء لها علاقة بشراء الأشياء اللي مش ضرورية فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن المصاريف لزيادة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الفرص ولكن مش الفرص الكثير ممكن الأموال تيجي عن طريق شريك أو عن طريق الزوج أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع برضو في رغبة للتواصل أو الاتصال مع بعض الأبناء يمكن لحثهم على الدراسة أو الاهتمام بأمور المدارس أو التعليم في منكو راح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالسيارة أو بالهاتف أو للتسويق أو للإقناع بمسألة معينة في منكو راح ينشط بالزيارات أو اللقاءات خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي في أجواء نوعها يعني فيها سلبية أو خايف على أحد أفراد العائلة قلق من مسألة معينة أعطال ممكن توتر ممكن انزعاج يعني الشغلة ما بتخلى ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية بالفترة هاي أو يكون في لقاء أو اجتماع أو جمعة أو موضوع معين تداوله داخل البيت أو داخل الأسرة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية وبتعمل تحالف جيد ما بينك وبين الحبيب أو تقارب في منكو راح يستمتع بلقاء الأحبة أو التواصل أو حتى مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو هيك إشي في نوع من أنواع الترفيه اللي بيكون جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل شوي فيها نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن أعمال الزيادة أو تراكم أعمال أو ممكن بعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو صحة أحد الأحبة أو عمل جديد أو قلق بشاء عمل ما أما بالنسبة للبيت السابع فترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمش أنه ما بيجوز بالفترة هاي إثارة المتاعب اتجنب الإنفعالات يد ما بتقدر والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث ومن الأعداء فهم كثر بالفترة هاي أو بالمرحلة هاي وخصوصا أنه المريخ موجود وفي نفس اللحظة أنه القمر موجود ومن قصدي سلبي فعشان هيك بتكديروا بال كل يوم وخصوصا من أي خلاف أو نقاش أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على بعض المسائل الأموال المشتركة ممكن بيقلقك موضوع دين أو موضوع قرب مثلا أو موضوع إلو علاقة بميراث أو إلو علاقة بنفقة أو حقوق لا إلك بتحاول أنك تحصلها أو بتحاول تخرج من أزمة مالية معينة الأجواء لسه ما ساعدتك بالشكل الكامل يعني لغاية ما ينتقل للبيت الثامن لا إلك الأمور هاي ممكن يصير فيه نوع من أنواع المعالجة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة أو السفر أو أمور أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو تعاملك مع شركات أو مؤسسات تعليمية يعني هاي بتتعامل معها على حسب طبيعتك أجواء روتينية ما فيها لا إيجابية ولا سلبية يعني بس أهم شي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني الأجواء برضو جيدة على مستوى السمعة وعلى مستوى علاقاتك ومعارفك وممكن تستغل بعض العلاقات لغاية إلك مثلا أو مصلحة في مسألة معينة تحاول أنك تقضيها من خلال الأشخاص أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور لها علاقة باللقاءات أو بالأصدقاء ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية بخصوص الأجواء الاجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط فعشان هيك أعطال أو تأخير أو تأجيل أو تقصير ببعض الأعمال أو تراكم بعض الأعمال عندك أو أمور لها علاقة حتى بصحة أو تقلبات صحية بتيجي إليك أو لا أحد الأحبة بحاجة لمتابعة ومراقبة برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا عن المستوى النفسي مبلشت يعني تروح بلا منحنة شوي في نوع من أنواع العصبية أو التوتر أو الحساسية أو ردات الفعل الغير مباشرة أو الأشياء اللي بتيجي سريعة عندك هيك بس بكون فيها نوع من أنواع الحساسية أو السلبية فحاول تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ولا للتوتر وبرضو في نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تحمل بعض الإيجابية على مستوى أمور إلها علاقة في المال فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو تحصيل المالي ممكن أمور إلها علاقة بديون أو قروض تحاول أنك تحصلها بالفترة هاي أو تجتهد بحل بعض المسائل المالية أهم شيء أنه حاول أنك تقلل من مصاريفك لما إلها داعي بالفترة هاي. أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني بدك تكون حذر أثناء نقاشاتك أثناء تصرفاتك أثناء تنقلاتك خوفا من الإصابات أو الجروح برضو في نفس اللحظة دير بالك من ردات الفعل السلبية والعصبية اللي ممكن تظهر في أي لحظة بطريقة يعني مفاجئة وفي من كل يوم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أو يكون له تنقلات كثيرة أهم شيء أنهم يحذروا على الطرقات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت مستقرة يعني ما في أي مشاكل بالعكس عندك قدرة اليوم للتواصل أو للتقارب العائلي أو التواصل مع أفراد العائلة أو مشكلة معينة بتحاولوا تتناقشوها أو تحلوها أو زيارات اجتماعية بتتعلق أحد أفراد العائلة ممكن يكون في بعض الأعطال أو الاهتمامات بمسائل إلها علاقة بالصيانة أو ترتيب أو بعض الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا نبتون اليوم رح يعمل نوع من أنواع المخاوف أو القلق من مسألة ما إلها علاقة بالحبيب أهم إيش إنك ما تتوتر ما تنفعل ما تبادر بخطوات ممكن تكون مش لصالحك بالفترة هاي حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن أي شيء ممكن يعمل أي مشاكل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر بالتعب بالفترة هاي يعني بدك نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي أو الرقابة الصحية أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة أورانوس اللي ممكن يحدث بعض المفاجآت أثناء تعاملك مع الزوج ممكن يكون فيه تحسس أو ردات فعل شوية تكون عنيدة أو عنيفة فحاولوا قدر الإمكان ما تختلفوا وما تتناقشوا بحدية لأن الأجواء زي ما حكينا يعني الزهرة بتشكل إشي حساس أو فترة حساسة ممكن يصير فيه خلافات أو نقاشات أو حدية يعني توصل لمشاكل أنتو بيغنى عنها أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الفترة فيها إيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب إما تحصيل ديون أو نوع من أنواع الدعم أو الاهتمام من بعض الأشخاص لدعمك في مسألة معينة ولكن ما بنصح بالفترة هاي بالبدء بأي مشروع دون دراسته أو التفكير فيه بشكل جيد في منك رح يهتم ببعض المسائل القانونية المالية يعني زي نفقة ضريبة أمور إلها علاقة بالميراث أو مواضيع إلها علاقة بالروحانيات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا مزعجة شيئا ما من بعض المسائل اللي بتتعلق إما في أجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو موضوع بيجيك من خارج البلاد الأهم اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما في داعي للإنفعلات خصوصا لطلاب الجامعات أو للتسرع بأداء امتحان بدون دراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نحكي على مستوى بيت السمعة يعني جيدة شيئا ما أهم شيئا أنك تحاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وما تغامر وما تحاول تعمل أي شيء مخالف للقوانين بالفترة هاي وبرضو ما في داعي أنك تتغيب عن عملك أو تدخل بأي نقاشات أو حوارات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهاي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو بعض الحلول ما بينك وبين الأصدقاء وممكن تنشطوا إما بدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو احتفال أو جمعة تجمعكم مع بعض الأصدقاء ممكن قدامة أو ممكن تكون لمصلحة أو لمشورة أو لمباركة مثلا أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أجواء جيدة شيئا ما ما فيها أي تأثيرات فعشان هيك الفترة هاي برضو تحرك عطارد ممكن يخليك تهتم بالغيبيات أكثر وبرضو يخليك تبحث عن الأمور الغامضة أهم إشي إنه بالفترة هاي ما تقصروا بأعملكم وبرضو تراقبوا الوضع الصحي عندك بشكل جيد وممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم القمر استقر بشكل كامل في بيتك الخامس وهذا يعني بعطيك دفعة من الحضوض عالية جدا فعشان هيك يحاولوا أن تستغلوها قدر الإمكان صحيح أن القمر سلبي في وجوده في هذا المكان بسبب الزوايا والكواكب اللي حكينا عنها في بداية الحلقة ولكن قدر الإمكان يعني بتقدروا تستفيدوا منها إذا ضبطوا أعصابك وإنفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي بتحدث بعض المصاريف أو المتطلبات المالية أو القلق المالي من مسألة معينة أو ممكن تنشط ببعض الدفعات أو المشتريات أو سداد بعض الديون اللي عليك أهم شيء أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد الفترة هاي برضو بعض الأشخاص بيستفيدوا ماليا من بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن زي ما حكينا ديروا بالكم من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والنشاط عالي جدا حتى بالتنقلات أو بالزيارات في منك رح يتنقل ما بين المدن مثلا أو يكون عنده أكثر من مكان بديروه عليه أهم شيء أنكم تنتبهوا أثناء تنقلاتكم يعني ما في داعي للتصرع أو للإنفعال أو للتوتر برضو أثناء حواراتكم حاولوا تكونوا واضحين بدون عصبية أو حدية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأمور ما زال فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت ممكن خلاف أو نقاش أو حوار أو جدال أو أعطال مثلا بعضكم ممكن يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بدكور أو مشكلة معينة في منك رح يهتم ببعض المسائل العائلية أو نقاش موضوع عائلي معين الأهم تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وتبعدوا عن الخلافات تماما أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة ولكن احتمال أنه يكون في نوع من القلق تجاه أحد الأحبة الفترة هاي فيها نشاط وفيها دينماكية يعني فيها حركة بتميل له والترفيه عن النفس أنت بالفعل بتستحق هذا الإشي ولكن حاول أنك أنت تتخذ خطوات مفيدة وحاول ما تدخل بخلافات ونزاعات ما بينك وبين الأحبة لأن الفترة هاي زي ما حكينا إنها حساسة جدا وبرضو فيها قابلة لنهاية علاقة عاطفية بدون رجع نهائيا بعدها فعشان هيك بتكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة برضو بتدعم من علاقتك مع الزملاء أو المعاونين في مكان العمل دون خلافات ونقاشات حادة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي الروتيني يعني تعاملكم مع الشركاء العاطفة أو مع الأزواج هي روتينية ما فيها لا إيجابي ولا سلبي يعني على طبيعتكم تتعاملوا فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي لفتح مواضيع على أساس أنه خلافات ونقاشات وجدالات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الزهرة موجودة وهي بتجيب أمور إلها علاقة بالغرامات أو إلها علاقة بالنصابين اللي بنصبوا عليك أو ناس بتستغلك أو مشاريع مش جيدة يعني شوي بكون فيها بعض الأمور اللي متوترة فعشان هيك دير بالك من المصاريف لزيادة ودير بالك تتورط بشيء يعني مش لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصال مع أجانب تحديدا أو أمور إلها علاقة بالتواصل مع مؤسسات تعليمية أو جامعات أو دراسة أو امتحانات أو قضايا قضائية يعني حسب حق الاختصاصك الاهتمامات بتكون بالنسبة للبيت التاسع إجمالا الأجواء جيدة ودعمة لك ولكن رغم منها جيدة ولكن نقول لك إذا كان عندك امتحان حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وحاول تركز أثناء دراستك ما تشتت حالك بأكثر من موضوع أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء فيها نوع من أنواع السلبية بتكونوا ديروا بالك فما في داعي للمجازفات ولا لمخالفة القوانين ولا لأمور فيها نوع من أنواع تهديد السمعة يعني حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وتهدى حاول ما تدخل بمجازفات إلها أثار سلبية حتى على مستوى العمل ما تغامر وما تدخل بخلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا عطارد بتهيأ لا ينتقل لبيتك 11 عشان تنشط بأمور إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاء الأصدقاء أو الاستعانة ببعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة ما أهم شيء أنك أنت تستغل الفرص الاجتماعية واللقاءات بشكل جيد في الفترة هي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تدعيم علاقة جديدة أو أنه تبدأ بصداقة جديدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ما في أي تأثيرات للكواكب فيها فعشان هيك بس أنه حاولوا أنك تنجزوا أعمالك وما تخليها تتراكم عندك وفي نفس اللحظة ما تهم الأعمالك وما تهم صحتك راقب غذائك بشكل جيد وبرضو ممكن تحمل الفترة فيها نوع من أنواع المخاوف أو الوساوس من بعض الأشخاص اللي ممكن بكيدوا لك بالخفاء برج الجدي طبعا القمر الآن في البيت الرابع لا إلك اللي هو بيت البيت بيت العائلة هو مكان مش مناسب وبرضو هو سلبي في وجوده في هذا البيت يعني بطبيعته أساسا بالزوايا اللي ذكرناها في بداية الحلقة فعشان هيك يحاولوا قدر الإمكان تضبط أعصابكم ما في داعي للإنفعال ولا للتهور بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي للعصبية وردات الفعل من أي موقف بصير معاه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها يعني بعض الإيجابيات على المستوى المالي فمنك رح يحصل بعض المكاسب المالية اللي تيجي عادة من أعمال إضافية أو مستردات أو هبات أو دعم أو فيه منك رح يحصل بعض الهدايا يعني رح تيجي هدية أو تذكار أو إشي رمزي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء نشطة على مستوى التحركات والاتصالات عندك سرعة بديهة قوية للتواصل ولا للإقناع أهم إشي أنك ما تتوسوس وما تفقد الثقة بنفسك حاول برضو ما تجازف وما تغامر يعني ما تتهور أثناء قياتك للسيارة وفي نفس اللحظة إذا كان عندك اهتمام بأمور التعليم أو حث الأبناء على التعليم حاول بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا القمر موجود فيه ممكن ترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة خلال هذا اليوم لكن ممكن يسود نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارع أو بسبب نقاش طارع أو سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاولوا فقط بس أنكم تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الأحبة لأنه ذكرنا أنه الزوايا سلبية على مستوى العاطفي وخصوصا ما بين الأحبة الفترة هاي أي مشاحنات ممكن تعمل خلاف أو تضخم الخلاف ما بينكم حاول أنه اليوم إذا تعاملت أو صار في حوار ما بينك وبين أحد الأبناء أو الوالدين تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل فممكن يظهر عمل معين أو إنجاز عمل معين خلال فترة هاي أهم إشي أنه تحاول تحافظ على صحتك وما ترهق حالك كثير أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فطبعا بتكونوا حذرين مازال توتر الزهرة موجود سلبية الزهرة برضو موجودة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأن الزوايا اللي بتتشكل ولنا عرضة للإنفصال للعلاقات الواهية أو الضعيفة فعشان هيك ديروا بالك من أي نقاشات أو حوارات أو حدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة جيدة فممكن اليوم تحل مسألة لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي أموال الغير ممكن أموال الزوج أموال الزوجة ممكن قروض شغلة بنك دين انتم دين أشخاص بتحاول تحصل الديون منهم أو مشروع معين أهم إشي القضايا المالية هاي اللي بدك تكون حذر منها وما تهملها اللي هي أمور الميراث أو النفقة أو الضريبة أو التأمين لأنه هدولا ممكن يعني يكون سلبي لإلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أجانب أو أشخاص مقيمين خارج البلاد أو اللي إطمئنان من مسألة بتتعلق ببعض الأشخاص خارج البلاد ممكن يصلك خبر اليوم شوي يعني يا سعيد يا أم ما يكون فيه إشي مزعج أهم إشي إنك تضبط عصابك وتكون حكيم بالتداول أو بالحديث أو بالحوار إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ نهائيا في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني جيدة عطارة هيب بتهيئ بدو ينتقل اليوم لعندكم بيت السمعة بيعزز أمور الهلاقة بالعمل أو عمل جديد أو تدعيم مكانتكم في مكان العمل برضو بتنشطوا مع عملة أو مع زبائن أو مع أشخاص بيشتغلوا معك ممكن يدعموك بمسألة معينة وممكن تنشط بمسائل الهلاقة بالعمل وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا يعني مروتينية على مستوى بيت الأصدقاء فبتتعاملوا مع الأصدقاء بطبيعتكم ممكن يعني هيك تواصل خدمات مساعدات أو ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة صديق وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة فممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال الضرورية وهي بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وما بتخلي الأعمال تتراكم عندك برضو تعطيك دفعة جيدة أو دفعة لأمور إلا علاقة بالصحة أو مراقبة الصحة أو يعني تشعر ببعض التحسن من وضع صحي معين ولكن بتحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو على صحة أحد المعارف طبعا وجود القمر في البيت الثالث هو من المفروض أنه يكون جيد ودعم لا إلك ولكن اليوم لأنه هو سلبي في هذا المكان بسبب الزوايا اللي بشكلها اللي ذكرناها في بداية الحلقة فعشان هيك بتكونوا حذرين لأنه اليوم يعني يا إما في تصرفات متسرعة يا إما في قرارات متسرعة يا إما في مجازفات شوي ما تكون لصالحك أهم شيء أنك ما تتوتر ما تعصب ما تحتد يعني وما تتخلي الوهم يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتعمل نوع الأشياء الإيجابية على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب أو تهتم ببعض المسائل المالية أو شيء يشجعك أنه الفترة القادمة أحسن أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية تقلل من مصاريفك قدر الإمكان ما تحاول تتهرب من الواقع لصرف الفلوس يعني معنا آخر بدها نوع من أنواع الرقابة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو زي ما حكينا أن القمر موجود فيها بتنشطوا في السفر والاتصالات أو التنقلات القصيرة منكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء ولا حبة لتعزيز الروابط اليوم بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة ولكن قلنا ما تتهور ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت متقلبة فعشان هيك ممكن فيه حدث أو أمر إذا علاقة بالبيت موترك أو مقلقك أو مشغل فكرك إما بالبيت أو أحد أفراد العائلة ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلهاز علاقة بصيانة ترحيل نقل من بيت لبيت اهتمام بمسائل عقارية ظهور مسائل إلها يعني أو ظهور أحداث إلها علاقة بالبيت أو العقار ممكن تلفت انتباهك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأجواء روتينية يعني بتتعاملوا مع أحباكم تقريبا بشكل روتيني أهم شيء أنه تبعدوا عن النقاشات أو الحوارات بالفترة هاي خلي الأمور ماشي بطبيعتها ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ولكن أهم شيء أنك ما تبادر بأي مغامرة أو مخاطرة بالفترة هاي الليها علاقة بالعمل يعني بمعنى آخر ما تبدأ بعمل جديد وما تخوض تجربة تعتبر مغامرة بالنسبة لإلك أو مخاطرة برأس مال فممكن تسبب لك نوع من أنواع الخسارة عشان هيك الفترة هاي شوي الزهرة لأنها سلبية وزواياها سلبية فعشان هيك بتغرر فيك فممكن تتورط في مسائل إلها علاقة بمشاريع شوي ما تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا صارت يعني شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية أو الهدوء أو الاستقرار أو السلم أو إشي العلاقة هيك إنه بتأخذوا نفس بعد توتر عالي من الفترة الماضية ممكن تنحل بعض المشاكل أو تتناقشوا أو تتراجعوا عن قرار سابق أو تحمل نوع من أنواع المصالحة ولكن دون خلافات أو فتح ملفات خديمة بعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني بتعزز بعض المسائل المالية المشتركة ممكن بحث عن دعم معين قرض مساعدة وقف خسارة أو وقف استنزاف مالي بس أهم شيء إذا كان في مساء لها علاقة بالقضايا المالية أو الأمور المالية المشتركة حاول إنك ما تهملها وتهتملها وما تقول فترة وبتعدي يعني بدك تهتم بكل حيثياتها وتفاصيلها الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا عطارد بتهيئ لا ينتقل للبيت التاسع يعني خلال اليوم رح ينتقل فأنتم مقبلين على فترة جيدة جدا على مستوى أمور إلها علاقة إما بالسفر أو التعامل مع الأجانب أو لقاء أجانب أو مؤسسات تعليمية جامعية مثلا أو امتحنات جامعية الفترة هاي بتدعمكم حتى بالتركيز والدراسة وبرضو سرعة تدارك المواقف الصعبة بتعطيكم تنبيهات عالية جدا فعشان هيك الفترة هاي إيجابية القادمة حاولوا أنكم تستغلوها لصالحكم بكل ما يتعلق في البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما في أي مخاطر يعني بالعكس تستغل معارفك وعلاقاتك في بعض المسائل وممكن يتعزز من سمعتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فبيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تنشط إما بلقاءة اجتماعية أو حوارات أو زيارات أو تهتم بمسائل إلها علاقة إنه يتوجه لك دعوي مثلا لحفلة أو مناسبة يعني الأجواء اجتماعيا ممتازة جدا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منرجع للجدي فعشان هيك بنقول لكم ديروا بالكم يعني حاولوا تنجزوا أعمالكم ما تهملوها وبرضو اهتموا بالوضع الصحي وما تهملوه وممكن تحمل هاي الفترة قلق إما صحي إلك أو صحي على أحد الأحبة برج الحوت طبعا بما إنه القمر تحرك الآن صار في اللي هي نحكي إحنا النصف الأول لخارطة الفلكية فهي أوضاع إيجابية وخصوصا وجوده في البيت الثاني بيت المال يعني بيجيب شوية فرص لها علاقة بالمكاسب المالية وبرضو في نفس اللحظة بيزيد المصاريف يعني فعشان هيك بدكوا تحذروا من النفقات وتحذروا من الفلوس بالفترة هاي الأجواء النفسية إيجابية ودعمة لكم بشكل قوي فعشان هيك يحاولوا تستثمروا الفترة هاي ممكن في بعضكوا بشعر ببعض التوععكات الصحية اللي عانى منها بالفترة الماضية ولكن أيام وبتمضي أما بالنسبة للبيت الثاني بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب دور مهم ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن يتعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية تجد الحلول والتسويات أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني ممكن بعضكوا يكون عنده بعض النشاطات أو الرحلات أو التجوال أو الزيارات بس أهم شيء أنه اليوم في نقاشات في حوارات ممكن تنفتح وتكون انتطرف فيها بس أضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ولا للتوتر أثناء تعاملكم مع أبنائكم أو مع إخوانكم ما في داعي للعصبية ممكن تحثوا أبنائكم على الدراسة أو تهتموا في أمور العلاقة بالمدارس أو التعليم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت يعني في استقرار في البيت في توافق في اتفاق ما بينكم بين أفراد العائلة ممكن قلق على صحة أحد أفراد العائلة ولكن إجمالا الأمور مسيطرة عليها إن كان أعمال أو مشتريات أو اهتمامات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس هنا بتكون تنتبهوا أثناء تعاملكم مع الأحبة الأجواء متوترة ضيلها كم يوم بس لا يتنتقل الزهرة بتخف الضغوط أهم شيء ما في داعي للمشاحنات ولا للنقاشات ممكن يخيب أملك بأحد الأحبة ممكن تنزعج من تصرف الحبيب أو إهماله أهم شيء زي ما حكينا ضبط الأعصاب مطلوب بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فهو بشجعك على مستوى العمل وإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بملف أو مثلا موضوع معين إلى علاقة بالعمل أو بأحد المعاونين أهم شيء برضو الوضع الصحي ما زال بيحمل نوع من أنواع التقلبات مش كثيرة أو مش على الكل ولكن حاول أنك تحافظ على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة طبعا ليش حكينا حافظ على صحتك لأنه ما زال الشمس مقابلك تماما وهي بتضعف طاقتك بتأثر عليك صحيا فعشان هيكي يعني الوجود في البيت السابع ممتاز أنه بتعزز شراكتك أو علاقتك مع الشريك أو مع الزوج بالفترة هاي أو العمل المشترك ولكن بالمقابل طاقتك ضعيفة فعرضة لأمور إلها علاقة مثلا بشد عضل آلام بالرقبة توعكات حسسية تحسس هاي الشغلات بتكون تنتبهوا لها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو البنوك الضريبة تأمين مثلا قضية مالية تهتم فيها في الفترة هاي أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتركز وما تبدأ بمشاريع ممكن تكون مش لمصلحتك حاول تستشير أهل الاقتصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور روتينية على مستوى اتصالاتك اللي بعيدة والتواصلكم مع أشخاص خارج البلاد وممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالجامعات أو دراسة الجامعية أو الاتصالات بأنواعها أو المراسلات أهم شيء ضبط العصاب ممكن تسمع خبر مزعج يجيك من خارج البلاد أو مفرح الأهم ردة الفعل تكون إيجابية وبرضو اهتمامك بالسفر خصوصا الأشخاص اللي عندهم سفر بالفترة هاي يحاولوا أنهم يتفقدوا كل أوراقهم وحجزهم وأمور إلها علاقة يعني مثلا بحقيبتك وموعد سفرك تنقلاتك هاي كلها بدك تكون حذر ومنتبه لإلها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وتدعمك على مستوى بيت السمعة يعني ما في أي مخاطر بالعكس بتقدر تدافع وتعزز سمعتك بشكل جيد في منك ورح يكون له تعامل مع زميل أو مع رئيس بالعمل أو دعم معين بمسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو مازل متوتر عن مستوى بيت الأصدقاء ممكن يخيب ظنك أو تنزعج من تصرف أحد الأصدقاء خلال اليوم حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة ما في أي تأثيرات حاول تنجز أعمالك راقب غذائك راقب صحتك ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أهم إش إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي إنك تتوسوس أو تتوهم أشياء مش موجودة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء